كابتن بلال ألف مبروك يمكن توقعت قبل المباراة أنت والكابتن شريف والكابتن عادل كابتن سامة قال لك المباراة برضو ممكن تكون صعبة توقعت صحوبة المباراة وصحوبة المكسب راجل أنت ولتبقى ممكن الهدف يجي من كرة سبت حقيقة شوف احنا طبعا مبروك الأول لنادي الأهلي ستة نقاط يعني ماتشين بتكسب وده شيء جيد وشيء جيد بتكسب وانت في بداية الدورة لأن الأخفاقات كلها دايما بتيجي في بداية الدورة يعني دايما أو معظم المشاكل اللي بتحصل بتحصل في بداية الدورة مدير فن جديد عنده قناعات مختلفة ممكن يكونه قناعاته غير قناعات المدير الفن السابق العيبة الحماس بيغلب عليها أكتر من الفنيات بشكل كبير جدا يعني ممكن لقيت تلاقي عنده حماس وطاور بزيادة وده يبقى غالب على الطابع الفني بتاعه وده يمكن بين النهاردة في الماتشين النهاردة الماتش لعبة الأهلي يعني متسرعة جدا يعني مفيش يعني وانت بتعمل المفترضة كبتان ايمن وانت بتعمل بيلد اوب للهجمة يبقى عندك يعني استراتيجية للكلام ده أنا بعمل ايه أبني أبني أشتغل أحضر يبقى بوقت من الأواد بيحصل فيه تحرك من على التراف الملعب أو رأس الحربة بينزل والطرف يروح يخش هو يبقى في القلب أو الباك مثلا أو طرف ملعب يضم الجوة والباك يروح لبرا بتفضل تحضر لحد ما تشتغل إنما النادي الأهلي فيه تسرعة غير طبيعي يعني التسرعة ده ملحوظ خد بالك في المباراة الفاتحة كمان المباراة الوحيدة اللي لعبناها بهدوءها الاتحاد من سير هناك هناك بتهدأ تلعب كورة من رجل لرجل مش بتسريع هل احنا كل مباراة محتاجين نلعبها برا ملعبنا عشان يبقى عندنا كم الهدوء الرائع ده لا محتاجين بس لعباتنا تهدأ شوية لعيبة كلها إمكانياتها جيدة لعيبة قدراتها ممتازة يعني شخصيتها حلوة تليق باسم النادي الأهلي فبالتالي كل اللي محتاجينه في الملعب إن كمان المدير الفني أنا بس ملاحس حاجة كده أتمنى إن يدخل في أجواء الماتش إنه ما بيتكلمش طول المباراة فيش كلام خاص فيش تعليق على لعيبة لها الدرات موالا لعب فلان يجي من يعني شايفه من برا يعني واقف ما عرفش هل هو بيشوف بيلاحظ بيرتب بيدون لأنا شفته بيدون قبل كده في الملحوظات اللي فاتت معه ورع ولم وبيدون بيكتب الملحوظات بتاعته وده شيء جيد لكن في بعض الأوقات لإن أنا ما بشوفش الكلام ده من القادة بتاعت العيبة في الآلي في الملعب إنك لازم في بعض الأوقات أوقع عريتما شوية أهدي اللعبة شوية أنا كسبان واحد سفر أنا الأفضل فبالتالي أنت في وقت من الأوقات عايز تريح نفسك بدنيا وفي نفس الوقت تسيطر على الجيم ما ينفعش الجيم رايح جاي ما ينفعش يبقى أنت بتلعب بسرعة هو بيلعب بسرعة واللي يغلط فيك هو اللي ممكن يجيب جهو سيما أصلي يعني ما ينفعش الكلام يعني المفترض من الفرق يعني الفيلم متناول نهارده شوط تاني عملوا جيم هاي عليه بيلعبوا بسرعة متحكمين في رتم الأدام ديئة سبعين هو أفضل منك هو لعب يعني ده 20 ديئة 20 ديئة كان جاي فيها انت طول الـ 70 ديئة مسيطر على المباراة تمام لكن جيت في آخر 20 ديئة انت من كتر من تسريع جدا في رتمك وقعت بدنا وده وضع طبيعي ما فيش فرقة في العالم بتلعب 90 ديئة بنفس النهج أو بنفس الأسلوب أو بنفس الطريقة وبتكمل بنفس اللقاء البدنية بالسرعة اللي انت شفت فيها إلا إذا تحكم في رتم الأدام يلعب شوية يستحوز استحوز سلب في بعض الأوقات تهدي اللقاء بشوية تبتدي تعمل هجمة تبني هجمة سريعة مرة هجمة بطيئة مرة وتستحوز مرة تبتدي تبني يعني يبقى رتمك متغير طول الماتش عشان تقدر تكمل لنهاية الجيم مشكلتنا النهاردة الوحيدة زي ما قال كابتن وثامة أنك فيه تصرع غير عادي وكأن اللعيب في الملعب عايز تثبت للمدير الفني أن احنا اللعيبة اللي حطتها هي دي اللعيبة الجديرة أنها تكون اللعيبة الأساسية لا لعيبة النادي اللي كلها لعيبة أساسية لعيبة النادي اللي كلهم عندهم ميكانات وقدرات وتعلمنا وتعودنا في كل السنوات اللي فاتت أن كل اللعيب أو العشرين اللعيب اللي عليهم الاسبط كلهم بلعبوا وبتتبدل المراكز وبتتغير ممكن النهاردة أكرم يلعب وقناعات المدير الفني نفس بتتغير وقناعات طبعا ده تاني ماتش بالنسبة لك في الدورة العام